طيب عشان نحد من المشاكل دي نعمل ايه؟ وعشان نحد من المشاكل دي اول حاجة لازم يكون عندنا حسن اختيار ما بين الزوج والزوجة النهاردة شابة مقبلة على الزواج يحسن اختيار الزوجة اللي هتكون أم لأولاده حسن الاختيار ده والتفاهم والتناغم ما بين الزوجين بيرفع عندنا الحرك في أمور كتيرة وبيرفع المشاكل ما بيكونش فيه مشاكل لكن لو فيه زواج ما فيهش تناغم أكيد هيترتب عليه إشكاليات كبيرة مجتمعية وبييترتب على الإشكاليات المجتمعية دي ان احنا بنشوف المشاكل في المحاكم وارتفاع نسبة الطلاق بسبب برضو الحاجات دي بالنسبة لارتفاع معدل الطلاق ده ملحوظ جدا لدرجة ان في 2018 زيادة عن 2017 ستة وسبعة من عشرة يعني ده رقم مخيف مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزرة بيقول ان احنا عندنا في مصر كل ديئتين ونص حال الطلاق دي كارسة كارسة مجتمعية بتنزر بخطر على المجتمع لما يبقى المجتمع عندي مفتت ومشتت يبقى ايه الميزة اللي عندي اللي كانت اللي كان نصلا احنا كنا نقول زمان ان احنا عندنا ميزة موجودة في المجتمعات العربية مش موجودة في الغرب ان احنا متكتفين مترابطين طب اما وان ان احنا بقينا دلوقتي كل ديئتين ونص حال الطلاق طب اللي خلينا نشوف الحالات ان الام ترمي اولادها على سلم في الشارع على باب جامع على باب كنيسة وده بيحصل وبنشوفه كل يوم اطفال في الزبالة في الشارع في سنديق الزبالة للأسف مش قد الخلفة بتخلفه ليه مش قد الزواج بتتزوجه ليه بتجيبه اطفال تحاسب على انتو بتعملوه ليه هل لو الاب والام في بيت واحد وبعد اللي احنا بنشوفه ده طبيعي اللي انا بقوله او اللي انا هقوله ان الام او الاب تم الضرب يعني على اطفالهم ضربوهم وحصل اصابة كبيرة كسر جرح هل القانون ممكن يجيب للطفل حقه من الام او الاب طبعا احنا قلنا ان الدستور المصري والى الطفل وبناء العليم بسق من الدستور ومن الدستير المتعقبة القانون رقم 12 لسنة 96 ده اسمه قانون الطفل بينظم لنا حقوق الطفل طبعا ده حقوق منفصلة ونص على العقوبات اللي بيتعرض لها من يقوم بإيزاء الطفل سواء كان إيزاء بدني او نفسي طبعا العقوبة كل من عرض طفل للخطر ايان كان هو ايه الخطر ده بيعاقب بما لا يجاوه بما بعقوبة ستة اشهر على الاقل بمعنى ان دي جنحة الجنحة حدها في القانون من 24 ساعة لثلاث سنوات المشرع بيقول للقاضي لما تحكم في الجريمة ديت ما يقلش العقوبة بتاعتك عن ستة اشهر طبعا طفل يثبت ده ازاي يعني لو فيه طفل بس واعي عنده عشر سنين اتناشر سنة وبيتفرج علينا وللأسف بيتضرب وبيتهان وضرب يؤدي الى الكسور والجروح وكمان والمشاكل النفسية اكبر وجع ممكن الكسر يخف ممكن الجرح يلم لكن الجرح النفسي عمره ما بيلم بيعط سنين ويفضل سايب قصر حتى بعد لما الولد بيطلق او بينسا اللي بيحصل بيبدل سايب قصر الطفل يثبت ده ازاي والله يثبته ازاي احنا دلوقتي عندنا المجلس القومي الامومة والطفولة وعندنا خط نجدة الطفل بإمكان اي حد يتصل بالخط ده ستاشر تلت سفار اي حد يتصل به يقوله والله انا عندي مشكلة واحد اتنين تلاتة انا للأسف بتضرب ضرب عنيف حد يجي يلحقني ولو مش ضرب عنيف مش شرطه يكون الضرب عنيف بس اصل فيه ناس او فيه للأسف ثقافة لسه عند ام او اب كانوا اللي هو يقول الناس اللي هي القديمة تروح المدرسة وتقول للمدرسين كسر وانا جبس علمهولي عندهم فكر ان الضرب والاذاء بيعلم يعني هو مش شفنا هو اصلا بيدر ابنه ممكن ضرب اللي هو كده غلط ماشي يعني ايه غلط لكن مش جرح ليه قلبك ما بيتواجعش على ابنك ما تشوف دموعه ما بيتواجعوش عليه عندنا المادة 96 من قانون الطفل نصت على 14 حالة 14 حالة اللي بيعد بيها دا خطر على الطفل وبناء عليه بتكون العقوبة اللي احنا قلناها العقوبة بما لا يقل عن 6 اشهر 14 حالة دول شمل كل الانواع اللي حضرتك تتخيليها اللي ممكن تكون ايزاء بدني او نفسي وبناء عليه اللي بيوصل الطفل للحالة دي بيعاقب العقوبة القانونية المنصوصة عليها في قانون الطفل طبعا الدولة بتولي اهتمام بالطفل قلنا ان احنا عندنا خط نجدة الطفل طبعا انا ليه اعتبع ليهم كان عندي حالة الاسبوع اللي فات انا ابن مخطوف قلت لها بسرعة تواصل مع خط نجدة الطفل وعلى ما نبتد ان يمشي في الاجراءات القانونية طبعا هما سألوها سؤال وده اعتبع عليهم برضو هما بيقولها مين اللي خطف الطفل منك طفل رضيع 6 شهور قالت لهم بابا فقالها اللي هماناش فيه يعني ملكش فيه طب الرضيع ده لما يتاخد من مامته مين هيرضعه مين هيكون مسؤول عنه هو لازم اللي خطف الطفل يكون اخد مطوف وشه ويكون متسول في الشارع عشان تتحركه ما ممكن يكون الاب غير سوي انتو عرفتم منين ما ممكن يكون بتعطى مخدرات ممكن اي حاجة ممكن يكون سوي انتو عرفتم منين فلازم اهده اللي اعتبعنا بقول انهما لازم يتحركوا ويشوفوا لان ده رضيع هيروح فين طبعا القانون والى والى الطفل الاهتمام فعمل لنا حاجة اسمها نيابة الطفل نيابة الطفل دي منفصلة خالص عن النيابة العادية بتهتم بالطفل بقضايا الطفل في محكمة الطفل كل دي امور خاصة بالطفل للي بيأذي الطفل ولو الطفل اللي قدر الله كان ارتكب جريمة ارتكب مخالفة طبعا بيتحكم برضو قدام المحكمة دي بالظروف والملابسات المعروفة والمعتاد عليها فلقانون بيأذي